تتجدد المخاوف حول العالم من احتمال لحدوث موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا لا تسيما في ظل النسخة المتحورة الجديدة دلتا السلالة الجديدة تسببت في ارتفاع حالة الإصابة بمعظم دول العالم في وقت اقترب إجمالي وفيات الفيروس من أربعة ملايين وفاة رغم استمرار حملات التطييم في دول العالم يواصل وباء كورونا تفشيه ليحصد حتى الآن نحو أربعة ملايين وفاة حول العالم إضافة إلى أكثر من مائة وثلاثة وثمانين مليون إصابة مخاوف تفشي كورونا تزداد مع شراسة نسخته المتحورة الجديدة دلتا التي عصفت بأجندات وخطط العودة للحياة الطبيعية مع خصائصها التي تتميز بسرعة الانتشار عن غيرها من السلالات مما يهدد بإعلان موجة جديدة من الوباء روسيا التي تحصنت منذ أشهر بإنتاج عدد من اللقاحات سجلت تحت وطأة المتحور الجديد رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات اليومية وذلك لليوم الخامس على التوالي وفي أماكن أخرى في أوروبا قررت البرتغال التي تواجه أيضا متحورة دلتا إعادة فرض حظر تجول ليلية في 45 منطقة بينها العاصمة لشبونا لتخضع بذلك أكثر من نصف سكان البلاد للحظر من جهتها أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقها بشأن عدد المتفرجين المسموح لهم بحضور نهائيات أمم أوروبا لكرة القدم دول أسيا لجأت لفرض قيود صارمة فمنها إندونيسيا التي اضطرت لفرض إغلاق جزئي في العاصمة جاكرتا وجزيرة جاوة وبالي بعدما تخطى إجمال الإصابات مليونين ومائتين وخمسين ألفا كما استعانت بألاف الجنود لتطبيق الإجراءات الجديدة الوضع في أفريقيا أيضا لا يزال يثير مزيدا من القلق وفقا لتحذيرات منظمة الصحة العالمية بعد أن عودت جنوب أفريقيا الدولة الأكثر تضررا تسجيل الأرقام القياسية لتتجاوز ما مجموعه مليون إصابة اشتركوا في القناة